تتجه أنظار العالم في آخر هذا الأسبوع إلى القمة G20 في بوينس سيرس في الإرجنتين وهناك ثلاث عنوين رئيسية قد تحدد مسارات مهمة في السياسة العالمية أولاً اللقاء الأهم وهو بين الرئيس ترامب والرئيس الصيني تشي الولايات المتحدة والصين في صراع متصاعد حول التجارة وهناك عقوبات من الجهتين هذا أثر سلباً على نمو الاقتصاد العالمي أثر سلباً أيضاً على الاقتصاد الأميركي والاقتصاد الصيني إذا استمرت هذه المواجهة سيدخل العالم ليس فقط في تأزم اقتصادي ولكن ربما في توترات أمنية بالأخص في آسيا ولكن إذا حصل خرق وتوافق هذا سيريح الاقتصاد العالمي ويعطي دفع جديد العنوان الثاني هو العلاقات الأمريكية الروسية تأزمت هذه العلاقات بشكل إضافي هذا الأسبوع بعد التوتر الذي حصل بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية في مضيق القرخ في هذه المنطقة وأعلن رئيس ترامب أنه لن يجتمع مع الرئيس بوتين العلاقة الأمريكية الروسية معقدة ومتوترة الرئيس ترامب يكون ود باتجاه الرئيس بوتين ولكن هناك خلافات كبيرة حول ليس فقط أوكرانيا ولكن الدورة العميقة الأمريكية أيضا تنظر بكثير من الحذر إلى الروسية وهناك أيضا تواجد قوات أمريكية وروسية في سوريا إذن يبدو لن يجتمعان هذه الزعيمان في هذا اللقاء الملف الثالث وهو أيضا مهم هو العلاقات الأمريكية السعودية تقول أوساط البيت الأبيض أنه من الأرجح أن لا يلتقي الرئيس ترامب مع ولي العهد محمد بن سلمان ذلك بعد قضية اغتيال جمال خشوجي ولكن السعودية تلعب دور مهم في الاقتصاد العالمي وشكر الرئيس ترامب الدور السعودي في تخفيض أسعار النفط من تقريبا السبعينات من الدولار إلى الخمسينات من الدولار هذا يساعد الاقتصاد العالمي والاقتصاد الأميركي واقتصادات العالم بشكل عام التي تستورد النفط بمقابلة التوتر الأميركي الصيني الذي يؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي إذن للسعودية دور كبير ولكن السؤال الأوسع كيف سيكون استقبال والاشتباع مع ولي العهد السعودي أمير محمد بن سلمان اشتركوا في القناة